أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانا مشتركا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى أن ست حالات من الجلطة التي أبلغت الولايات المتحدة عنها كانت جميعها من النساء وكان لديهن أعراض جلطات دموية بعد ستة أيام إلى سلاسة عشر يوما من تلقي لقاح جونسون أند جونسون وستقوم الوكالات ذات الصلة بتقييم حالات الجلطة الست والتحقيق فيها كما اخترحت تعليق التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون قبل إصدار نتائج التحقيق أفادت البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه حتى يوم الاثنين تلقت الولايات المتحدة أكثر من مليون وثمانمائة ألف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون صرح وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي يوم الثلاثاء أنه نظرا لأن الولايات المتحدة نصحت الجمهور بتعليق التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون فإن جنوب إفريقيا ستعلق التطعيم أيضا حتى تخرج نتائج التحقيق بشأن العلاقات السببية بين الجلطة ولقاح جونسون أند جونسون كما قال زويلي مخيزي إنما يقرب من سلاسي مائة ألف موظف طبي في جنوب إفريقيا تلقوا لقاح جونسون أند جونسون ولكن لم ترى التقارير عن تجلط الدم ترجمة نانسي قنقر